اشتركوا في القناة واضافت المصادر ذات وان ولي امن طانجا كان مرفقا برئيس الدائرة الامنية التي يتبع لها منزل عائلة الضحية وان المسؤولين الامنيين عبروا لوالد الفقيد وجده عن خالص تعازي عبدالطيف الحموشي وحرصه الشديد على التطبيق الحازم للقانون في هذه القضية وعلمت ميد بريس بان عائلة الضحية وجدت في تعازي المدير العام للامن الوطني وزيارة ولي امن طانجا بعضا من السلوان في مصابها الذي تمتل في وفاة ابنها في ربيعه الحادية عشر